أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية سعد ميكي انطلاق قوافل الصحة الإنجابية لقرى حياة كريمة بالدقاهلية لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية للسيدات ويأتي ذلك ضمن حملة خدمية وتوعوية لتنمية الأسرة بالقرى المدرجة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت مديرة إدارة تنظيم الصحة بالدقاهلية إيمان السيد أن القوافل تتضمن عيادات ثابتة ومتنقلة تجوب كل أنحاء القرى وتستهدف تقديم خدمة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات في سن الإنجاب